السلام عليكم معاكم ياسمين عرفات فيديو النهاردة هنعمل فيه مربة خطيرة جدا وحلوة وسهلة واقتصادية وحتحفظي مقدرها على طول مش محتاجة غلبة هي مربة الجزر بقشر اليوسفي جميلة جدا وهتحفظي مقدرها على طول وهنشوف ازاي تحفظي برة التلاجة لشهور وازاي تتحكمي في قوامها ما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وشير واشتراك القناة نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض معايا اشر كيلو ونصف من اليوسفي يعني عندي كيلو ونصف من اليوسفي بتاخد الاشر بتاعه وحديهم يعني خمس دقيق كده غلويتين تلاتة عن نار كده علشان اللزع اللي في اليوسفي والمرارة شوية تقل ومعايا كيلو من الجزر المبشور بشرنا بالمبشرة العادية وكيلو من السكر اظن ما فيش اسهل من كده مقدير سهلة خالص الجزر قد السكر هنقلب الجزر مع السكر وطبعا ما ننساش ان اليوسفي على النار بنديله غلويتين واول ما يخلص حنشطفه بيه المياه البردة وحنضلق المياه نشطفه بمياه البردة خلاص كده احنا بنقلب السكر مع الجزر كل ده على البارد بس والله مربح حلوة جدا وبالذات تاني يوم يعني بعد ما تعملها بيوم تاني يوم وكل ما بتعود معاك بتحلوه اكتر خلاص كده اشل اليوسفي احنا مش عايزينه يستيوي هي دوبك غلويتين بس عشان المرارة بتاعده هبتدي كده حاول ايه اقلبه مع الجزر والسكر ومعاينا كوباية من المي ومعايا لمونة متوسطة هاصرها عليها وهقلب كل الكلام الحلو ده كده مع بعض شايفين قد ايه سهلة وبسيطة ما فيش فيها اي مشكلة خالص ولا اي تعقيد هقلب بقى كل كل الكلام ده كده وهرفعه على النار اول ما تبتدي تغلي اهدي بقى النار وهسبها حوالي ساعة ونص لغاية اما الجزر كده يستوي وحسنه خلاص توا وبدأ يكرمل كده زي ما احنا شايفين طبعا احنا مش عايزينها تكرمل انها تتحرق تتلسع خلي بالك النار تبقى هدي عليها هي كده تمام هنشوف هن اتحكم في القامل زي طبعا تقدري تدربيها في الكبة او في الخلاط او هند بلندر انا هدربها بالمضرب الكهربائي علشان انا عاوزة المربة متبقاش نعمة اوي متبقاش بري اوي انا عايزة يبقى فيها قطع وزي ما قلنا تقدري تتحكمي في داب نفسك لو عايزها بري عايزها نعمة اوي زي ما انت عايزة وخلي بالك المربة لما بتبرد بتتقل شوية فلو انا عايزة لو المربة مثلا بعد مثلا ما ضربتها كده وحسيت ان القوام لازج شوية او تقيلة هامل ايه عشان اخففها مش هترجعها على النار ولا اي حاجة هتغليلها شوية مية على حسب كمية المية انت عايزها نص كوباية كوباية شوفي انت هتستعملي قد ايه ولازم تغليها كويس جدا وبعد كده تضفيها على المربة وتقليه بالغاية ما توصلي لقوام اللي انت عايزها لكن ما جيبيش مية من الحنفية واضفيها كده هتبوازي المربة وهتفسد منك بسرعة خلاص هي كده ده القوام اللي انا عاوزها زي ما قلنا تقدري تتحكمي في القوام اللي انت عايزها والسنك اللي انت عايزها هي كده بردت هجيب بقى برطمنات ازاز وابتدي احطها فيها لو عندك برطمنات بلاستيك او على بلاستيك يبقى مكتوب عليها رقم خمسة عشان تبقى صحية طب لو انا عايز احفظها في برطمنات بقى لشهور زي ما شفنا قبل كده في فيديو السلسة هتغلي هتحطيها في برطمنات الازاز دي واتحطيها في صينية واتدخليها فرن هادي على مية وخمسين الشبكة في النص المدة نص ساعة وتقفل الفرن وتغطي الصينية وهي جوه الفرن كده بالفوتة وما تفتحيش قبل 12 ساعة كده هتكون خراجة كل الهوى اللي فيها وما بقاش فيها اي هوى خالص وهتسمعي التكة بتاعت الغطة لما تيجي تفتحيها الكمية دي عملتلي اتنين كيلو ونص من المرب زي ما شفنا كده عملت دي اتنين كيلو اهم برطمانين اتنين كيلو وبرطمان نص كيلو فطبعا كمية حلوة جدا ولاي بجد لزيزة قوي بالذات مع القشطة لا حلوة قوي جربوها ان شاء الله هتعجبوا زي ما قلنا دي مئدير مظبوطة والسكر ده سكر مظبوط يعني ما تقلليش عنه شايفين القوام حلو ازاي اتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم والوصفة تكون عجبتكم وخير الختام السلام عليكم